كثير جداً تلاقي الكرة المفروض تترفع بتتباصى الورا أو الكرة المفروض تتشاط بتتعمل ثرو باس أو الكرة المفروض تتشاط بتتشاط في الجوء يعني كل اللعيبة بتاعت الأهلي اتفقت إنه القرار الخطأ في المكان الخطأ في التوقيت الخطأ فشفت الماطش مبارح إزاي وهل من وجهة نظرك النتيجة بتعكس مستوى الفرقتين في المباراة تبص المباركة حلوة جداً ما فيش فرقة في العالم تقدر تكسب على طول فيه أوقات التوفير بقاش في صالحك فيه أوقات بتعمل كل اللي عليك الكرة متجيش جون ده وارد جداً في الكرة وارد جداً اللعيبة بتاعتك اللي هي بتجيبلك أهداف اليوم ده مش في يومها ده طبيعي جداً لكن المباراة نفسها أنا كمدير فني للناس اللي بتقولون هو مثلاً مثلاً الكرة اشتغل غلط أو اختار غلط لا هو عمل كل حاجة توصل للعيبة للهدف لكن ما كان شفيه توفيه يعني كهربا وصل مرتين ثلاثة طهر محمد طهر لما نزل وصل برسيته وحاول حسين الشحات كميتها جماعته من جميع الجناب يمين شمال من نص مروان عطيه كان بيشوت فالنادي الأهلي وصل كتير وحاول كتير لكن التوفيه ما كانتش يومك في التوفيه يعني تشاف قصة بدلك يعني ما حبش بقى اسمع نغمة لما الماتش يخلص صفر صفر عشان السوشال ميديا اشتغلت ونادي الأهلي ومجلس الأدارة لازم يجيب مهاجم يا جماعة مهاجم ايه طبع الماتشات اللي فاتت كهربا مثلاً من رجل من الهدفين اللي جايب له عشر تجوان مثلاً الفترة اللي فاتت إذا كان في بدولة أفريقيا وإذا كان في الدوري محمد شريف من هدفين الدوري يبدأش نتكلم نغمة ده ماتش خلص صفر صفر عادي جداً ايه مشكلة طبيعي انت بتلاقي فرة تلتة دوري في يوتشور تلتة دوري عنده مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى معاهم جاس فاني كابتن عالمية وكابتن محمد عبد الكريم على أعلى مستوى اللاعبة قيمتهم من التسوقية عالية جداً منظومة أول سنة سنة اللي فاتت وصول لبطولة أفريقيا ووصلوا بدور مجموعات والسنة دي ده هم كانوا في يوتشور كان في أوقات من الأوقات كان أول الدوري لما كان النادي الأهلي كان بيلعب في طولة أفريقيا ومجموع في طولة أفريقيا فانت لعبت فرقة كبيرة وانت لمتسايد المباراة وانت المتحيز على الكورة وانت اللي بتوصل وهو بيلعب على هجمة المرتدة عمل جيم برضو انت مش بتلعب لوحدك في الدوري انت بتلعب فرقة عندها فكر عندهم كابتن علي تشتغل يدري يقفل كويس يدري يلعب على هجمة المرتدة اسمش غريبا وفريق زي فيوتشور يلعب جيم دفاعي قدام النادي الأهلي يعني يمكن استنى ده من فرق نص الجدول اللي تحت ان هم يلعبوا زون ويرجعوا ويعتمدوا على هجمات المرتدة لا لا مش عيب مش عيب لازم اعرف انا كمدير فني النقط القوة اللي ما انا بلعبها واعرف على العبها ازاي عادي جدا اننا نلعب مدافع واعرف بس اعرف اخطف وحده وكان ممكن اخطف وحده انت كوتش كبير يا كابتن احمد واكيد بتفرج على دوريات كبيرة جد في المتشاط يعني في الدوري الانجليزي احنا بنشوف تقريبا تون الوقت كرة هجومية هجمة هنا وهجمة هنا هجمتين هنا وهجمة هنا اين كان مستوى او الفوارق اللي موجودة بين الفرق نشوف فرق طالعه من الدوري الدرجة الاولى عندهم للبريمير ليج بتلعب وبتنفس على اللقم اكيد اكيد يعني القصة مش بس مرتبطة دايما بالامكانيات القصة مرتبطة بالفكر وبالشخصية وبايمانك انت شخصيا بانت تقدر تعمل ايه انا فيه مثلا ميستر كورش عنده فكر مثلا في طريقة لعب دفاعية على فكرة لسه مع قطر كسب منتخب المكسيك مبارح قطر كسب المكسيك بنفس الطريقة الدفاعية واللعب احتفلت على فكرة بساطلانة لو رجعتها او الله الموضوع حتى في منتخب كطر بيغنوها بس بيغنوها غلط فده من الموقف المتحكم المبارح فهو انا المهم انجح ازاي انجح بطريقة دفاعية انجح بطريقة هجومية المهم انجح فهو عارف قيمة النادي الاهلي النادي الاهلي الفترة دي الحمد لله لعبته فايقين لعبته مركزين لعبته عاوزين يوصلوا للقب في اسرع وقت فالحمد لله في نتايق ايجابية من المباراة الاخرى فهو الفترة دي بقى هو بالنسبة له الموضوع اختلف لعبته بعد لما بيعد عن المركز الثاني وبيرمز لعبته جالها هديت شوية الطموح قال عندهم لان هم كانوا نفسهم يلعبوا في بطولة افريقيا فخلاص المركز الثالث بالنسبة لهم اهو الرابع الاتنين فاللعابة نفسها الحافز عندهم قال فهو انا بشوف لعبتي الفترة دي عاملة ازاي والخصم عاملة ازاي ايه هو الدوافع عندي ودوافع عندي بحاول علي الدوافع عندي على اقتر وقت عشان ندي الاهلي الفترة دي دوافع من غير جماهير موجودة والله انت عارف ان في وقت من الاوقات اه بشوف فيوتشر بشوف بيرمز واتقد اللي طالع اكيد طبعا في تجارب سيرو ميكا واي فرقة بتلعب ببنك الاهلي زاد بيور عليها فرقة محترمة جدا في لافيين اعتقد برضو كل ايه بتتكلم على الاندالة استثماري بتفتكر ان التجارب دي مكتوب ليها النجاح على المدى الطويل يعني فكرة انت تلعب رياضة بدون جمهور بدون اه 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 قد باك الدخت الجماهيري ده طبعا اه 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 واحد بيسند ويقوم في الهفظات الصعبة جدا و قود دفعة رهيبة جدا اه 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 يعني ما حستهاش بصراحة ان لما جيت هنا اه 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 اتعامل مع جمهور نادي الاهلي قود دفعة جبارة اه بيرمز عنده لعيب على الأعلى مستوى اللي بيخليه أنه هو ما يقدرش يوصل مثلا في وقت معين أنه يأخذ بطولة لأنه في وقت من الأوقات الجمهور في مورد معينة مثلا الجمهور بيخليك تتحرك غزبا عنك أنت حاطف دماغك أنت مثلا كالعيب النادي الأهلي أنك أنت لو خسرت المباراة دي كان مع الأندية جمهران أهلي زمالك الاتحاد المصري الأندية اللي لما لعبتها بتأثر عارف أنه مش عارف يمشي في الشارع عارف أنه هو السوشي